Page 54 صفحة رقم 54 I pronounce أنا أنطق I pronounce Task 1 تمرين رقم 1 I listen أنا أستمع and repeat وأكرر I listen and repeat في الجزء الأول من هذا التمرين سنتعرف على نطق الصوت مثل حرف الثاء في اللغة العربية والصوت مثل حرف الذال في اللغة العربية brother 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 the three three th mother mother the th thursday thursday th this this the thirteen th thirteen th في الجزء الثاني من هذا التمرين سنتعرف على نطق الأصوات e a a keep neat at your school keep حافظ على neat بمعنى مرتب أو نظيف at your school في مدرستك your ضمير الملكية يكافئه في اللغة العربية الضمير المتصل ك مدرستك your school keep neat بمعنى حافظ على النظافة read اقرأ and speak وتحدث read and speak and stay cool and stay وبقى cool هادئا أو لطيفا في الكلمات keep neat weed speak ينطق الحرف e e e a e ممدودة في الكلمة stay ينطق الحرفان a y a stay get the pen get the pen خذ القلمة and think and think وفكر of the test في الفرض get the pen and think of the test you are the best you are the best أنت أنت الأفضل في الكلمات get pen test best test ينطق الحرف e a get pen test best في فيديو آخر سأشرح لكم بالتفصيل قواعد نطق كل صوت من هذه الأصوات task two I look أنا أنظر listen أستمع and much وأربط I say it with flower I say it أقولها أي أقول الكلمة with flower باستخدام زهرة flower زهرة في هذا التمرين سنقوم بتصنيف الكلمات في المظهرية المناسبة حسب نطقها المظهرية الأولى تحمل الصوت ث والمظهرية الثانية تحمل الصوت ذ ث classify the words in the white vase I classify أصنف the words الكلمات in the white vase في المظهرية المناسبة think think يفكر think think th أضعها في المظهرية الأولى th brother أخذ brother the أضعها في المظهرية الثانية the thanks شكرا thanks th أضعها في المظهرية الأولى th grandfather grandfather جد th أضعها في المظهرية الثانية th th three three ثلاثة th th ث ث أضعها في المظهرية الأولى this هذا أو هذه this th أضعها في المظهرية الثانية mother mother أم mother th أضعها في المظهرية الثانية th أداة التعريف the th أضعها في المظهرية الثانية ترجمة نانسيينة